سؤال الرقم 5 أعطى لنا تركيبة كشف عن الحزم الورقية وأول سؤال قال لي ما وظيفة المقاومة RD كما تلاحظون بما أن المقاومة RD موصولة على تسلسل مع ثنائية ديود فهنا وظيفتها تحديد التيار لثنائية ضوئية وذلك لحمايتها من التلف إذن دور المقاومة RD أهم شيء تقول له تحديد التيار مارف ثنائية ضوئية ديود وذلك لحمايتها من التلف ما دور هذا التركيب الذي مكتب عليه AOP يسمى بمضخم عملي يعمل عمل مقارن لماذا قلت مقارن؟ لأنه لا يحتوي تغذية راجعة ما هي التغذية راجعة؟ تغذية راجعة هي ربط مخرج المضخم بأحد مداخله بما أن لا تعجد تغذية راجعة فوظيفة مضخم عملي يعمل عمل مقارن ما هي القيمة التي يقارنها؟ يقارن القيمة الأولى V ناقص وهو الجهد VR2 مع الجهد الثاني وهو V زايد والذي يتحكم فيه المقحل كهروضوئي إذن دور AOP هو مضخم عملي يعمل عمل مقارن يقارن بين جهدين إحداهم مرجع ثابت كما تلاحظون V ناقص هي نفسها VR2 وهذا جهد دائما ثابت ويسمى دائما جهد مرجع والجهد الثاني V زايد وهو جهد متغي جيم طالبا منك ما هو النوع هذا المقحل يسمى هذا المقحل بمقحل مصفات بقناة آل وهذا المقحل يعمل في حالة التبديل ما فرق ما بين مقحل مصفات ومقحل أنبيان مقحل أنبيان لكي يصبح ممرئ يجب أن تغذيه بالجهد يكون أكبر من جهد عتباته وفي ناس الوقت تعطيه التيار للقاعد أما المقحل مصفات فيشتغل بالجهود فقط لماذا يشتغل بالجهود فقط؟ لأن في قاعدتي توجد مقاومة كبيرة جدا وبالتالي التيار يصبح يستوي الصفر لذا مقحل مصفات قناة آل يعمل بالجهود فقط في مقحل مصفات يوجد نوعين مقحل مصفات بقناة آل يعمل في الجهود الموجابة ومقحل مصفات بقناة بي يعمل في الجهود سالبة مثل أو مثل أم بيان يعمل في الجهود الموجابة وبين بي يعمل في الجهود سالبة شكرا